من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه يا جمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلته وإليه أنيب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الإنسان الفرد لابد أن يكون صالحا ومصلحا ولا يكفي أن يكون مصلحا ولا صالحا أو بالعكس فمن يرفع راية الإصلاح لابد أن يكون صالحا في نفسه ومن يكون صالحا في نفسه لابد أن يرفع راية الإصلاح في مجتمعه لأن المطلوب أمران صلاح الفرد وصلاح المجتمع وإذا لم يكن المجتمع صالحا فإن صلاح الفرد لا ينفع مثل إنسان يعيش في مستنقع مهما كان سليما ونظيفا فإن المستنقع يؤثر عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وخضراء الدم قالوا يا رسول الله ما خضراء الدم قال المرأة الصالحة في منبت سوء إذا كانت العائلة سيئة فإن الولد الصالح يتحول إلى ولد سيئ فإذا أردت الزواج مثلا فإن عليك أن تبحث عن البيئة التي تربت فيها المرأة وبالعكس أيضا المرأة حينما تريد أن تختار زوجا فلا يكفي أن تبحث عن صلاح الزوج فقط إنما صلاح عائلته أيضا وهذا يعني أن علينا أن نحاول الإصلاح ما استطعنا هذا شعار النبي نوح والإمام الحسين سلام الله عليه أيضا في يوم عاشراء قرأ هذه الآية المباركة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلته وإليه أنيب يقول ربنا في آية أخرى اتقوا الله وأصلحوا كما أن علينا أن نتق الله عز وجل فلابد أن نصلح في المجتمع المجتمع السليم هو المجتمع الذي يكون الفرد فيه مصمما على أن يكون من الصالحين يعني عند قرار مع نفسه أن يكون من الصالحين لأن من دون هذا القرار بسهولة يقع في أحابيل الشيطان أن تقرر أن تكون من الصالحين لكن ذلك لا يكفي لابد أيضا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ذلك أيضا لا يكفي لصلاح المجتمع نحتاج إلى صلاح الفرد وقرار الأفراد بأن يكونوا صالحين والسعيهم وراء إصلاح أنفسهم ونحتاج إلى أن يكون المجتمع هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأيضا لا بد أن يكون الأفراد مصممين على الإصلاح فيما بين الناس لأننا شئنا أبينا يقع الخلاف بين الأفراد حتى لو كانوا من المؤمنين الصالحين أنت قد تختلف مع أخيك على قضايا كبيرة أو قضايا تافعة في نهاية المطاف الخلاف أمر مفروغ منه في داخل المجتمعات شئنا أبينا هناك خلافات بين الناس الآن هذه الخلافات قد تكون الخلافات عقائدية قد تكون خلافات اقتصادية قد تكون خلافات اجتماعية وقد تكون الخلافات سياسية أنت وأخوك تنتميان إلى جهتين مختلفتين في عالم السياسة بالنتيجة يقع الخلاف لكن لكي نمنع الخلاف من أن يتفاقم والخلاف يتحول إلى صراع وربما يتحول إلى حرب طاحنة فلابد أن يكون المجتمع مصمما على الإصلاح بين الأفراد في حديث شريف ثلاثة قليلها كثير النار والمرض والعجوم النار مهما كانت قليلة فإنها يمكن أن تحرق بيتا والنار تنتقل من بيتا إلى بيت ومن ثم تحترق مدينة بأكملها بسبب عوذة كبريت النار قليله كثير والمرض كذلك الأمراض لا تبدأ مستعصية على العلاج وإنما تبدأ بسيطة ثم تتطور تزداد إلى أن يكون المرض غير قابل للشفاء وكذلك العدو والعداوات انظروا عندنا المصالحة وعندنا العداوة وعندنا الفساد في مقابل الإصلاح هناك الإفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها كما يقول القرآن الكريم إذا كانت الأرض صالحة فلا تفسدوا فيها بل أصلحوا وأيضا هناك العداوة يعني لكي يتعاون الناس فيما بينهم لا بد أن يتصادقوا ولا يمكن أن يتصادقوا إلا إذا كانت هناك مصالحة بينهم وخوة بينهم يتعاونون فيما بينهم ولو أنهم لم يتعاونوا تتحول القضية إلى عداوة والعداوة تهدم ولا تبني العداوات تدمر الأمم بأكملها الخلافات فيما بين الأفراد أيضا تؤدي إلى سقوط الأمة ربنا عز وجل يقول لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إذا تنازعتم والخلافات بدل أن تصلحوها تركتموها تتفاقن فهذه تنتهي إلى النزاع والصراع وربما الحرب وتذهب ريحكم أي قوتكم تذهب قوتكم تنتهي أنا وأنت لو وضعنا قوانا إلى بعضنا البعض نكون أقوياء لكن إذا كانت هذه القوة مستقلة عن هذه القوة هذا أيضا أمر لا بأس به لكن إذا كانت هذه القوة في مواجهة القوة الأخرى فهذا معناه أن المجتمع لا قوة له المجتمع لا قيمة له يكون المجتمع حينئذ طعمة لكل طامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث المعروف كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كتداع الأكلة على القصعة لو أنك جئت بتشريبا جئت بطعام يأكله الجميع ما بين مجموعة من الجائعين فإن أيادهم تصعد وتنزل ويتأخذ من الطعام لقمة في لقمة الثريد حينما يضع أمام الناس من الجائعين فإنها تتحول في فترة قصيرة من الزمن إلى الانتهاء يعني تنتقل إلى بطون الآكلين يقول النبي كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كتداع الأكلة على القصعة قالوا أيها كون ذلك رسول الله قال نعم السبب في ذلك هو الخلافات السبب هي النزاعات هي أن هذه القوة بدل أن تجتمع إلى قوة أخرى وتمثل قوة حقيقية فإنها تقف أمام القوة الأخرى في الحديث المعروف أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه الآن هذا النت الذي يتعامل به مليارات من البشر اليوم هو بدايته محاولة تجميع معلومات قبل أكثر من ستين عاما محاولة ربط هذه الوزارة بتلك الوزارة وتجميع المعلومات فيما بينهم ثم انتهى إلى أنه في يدك جهاز يمكنك أن تنتقل من صفحة إلى صفحة أخرى وتجمع الأمور المختلفة يعني لو كان عندك جهل بشيء فيمكنك أن تعرف من خلال هذا الجهاز ومعنى ذلك أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه زين أقوى الناس من جمع قوى الناس إلى قوته وبعد أثر الناس من جمع ثروات الناس إلى ثروته نحن نجد اليوم في بلاد متقدمة شركات لا أفراد إنما هي شركات مساهمة تشتغل في الجانب التجاري في الجانب الصراعي لا يوجد نجاح فرد واحد إنما يوجد نجاح المجامعة المجموعة تنجح الفرد الناجح بين مجموعة فاشلة فاشل والشخص الفاشل بين مجموعة ناجح ناجح إذن لابد أن نتعاون لكي نتعاون لابد أن نجعل الإصلاح جزءا من حياتنا اليومية كما نجعل الأمر بالمعروف وأنها عن المنكر جزءا من عملنا اليومي ومن الواجبات الدينية لا توجد مناسبة أفضل من شهر رمضان المبارك للإصلاح بين الأفراد يعني لو كان في قلبك شيء على أخيك استغفر له واستغفر لنفسك اقلع الشر من صدرك من صدر غيرك بقلعه من صدرك لو كانت بينك وبين أشخاص المؤمنين خلافات اذهب إليهم وقل لهم سلام عليكم جئت لكي اعتذر إليكم لكي أصلح الأمر هذا الإصلاح يحتاج إلى نوع من التنازل وبتنازلك تسعد بتنازلك لا تنزل أنت مع المجموعة مجموعة انظر لو جلست على ساحة البحر وأخذت كفا من الماء هذا الماء الذي في كفك هو مقدار كف من الماء لكن حينما ترميه في البحر نفس هذا الماء يصبح بحرا أنت مع المجموعة مجموعة وأنت وحدك وحدك فلكي تكون قوة حقيقية ولكي تتقدم في الحياة ولكي تتطور فلابد أن تلتزم بعملية الإصلاح في المجتمع حتى أن الأحاديث والروايات تقول يجوز الكذب في الإصلاح شخصان أخوان اختلفا فيما بينهم أحد وما يتكلم على الثاني تجلس مع هذا يتكلم ضد صاحبه ساعة وتجلس مع ذلك مع ذلك يتكلم على صاحبه ساعة حينما تلتقي بأحدهما قل أن هذا كان يمدحك جلس معي ساعة يمدحك لم يكن يمدح كان يقدح لكن من حقك أن تكذب في الصلح لا كذب في الإصلاح كما يقول الحديث الشريف زوج وزوجة يختلفان فيما بينهما على أمور تافهة لا يجوز لك أن تكون نماما بينهما تنقل مثال بهذا الطرف للطرف الآخر بالعكس حاول أن تصلح بينهما ولو بأن تكذب هنا من الموارد التي يجوز فيها الكذب أساسا الصدق والكذب فيها أحكام خمسة صدق واجب وصدق حرام وصدق مستحب وصدق مكر كيف أن يكون الصدق حراما نعم إذا كانت السلطات تبحث عن إنسان معارض للباطل معارض للظلم وقد اختفى وأنت تعرف مكانه لا يجوز لك إذا سئلت عنه أن تكشف عن مكانه هذا يؤدي به إلى الهلاك ولا يجوز هنا الصدق حرام الصدق المستحب هو أن الإنسان يصلح بين أمرين حتى لو لم يكن صدقا الكذب هنا مستحب والإمام عليه السلام الله عليه في آخر وصاياه لولديه الحسن والحسين ولعامة الناس أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم أمركم ثم يقول بعد أن يذكر الصلاة وإلى آخره يقول الله الله في أصلاح ذات بينكم أي أحذر الله خافوا من الله من واجبك أن تكون مصلحا فلا تقصر في هذا الواجب لأنك تحاسم الله الله في أصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكما رسول الله يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام هذا حق من حقوق المجتمع عليك أن تكون في داخل المجتمع مشعل تهتم بالجانب الفكري بالجانب الثقافي بالجانب الإيماني وتنشر الإيمانة والثقافة الحقة والثقافة الصحيحة بين الناس هذا من جهة ومن جهة أخرى أن تكون من المصلحين بين الناس هذا الإصلاح أمر مهم لأن الله يقول اتقوا الله وأصلحه آيات متعددة في كتاب الله روايات بالعشرات في الحقيقة في قضية الإصلاح طبعا المرء لا بد أن يكون صالحا ويرفع راية الإصلاح ما بين أفراد المجتمع حتى يعيش المجتمع متعاونا متكاتفا صالحا يصلحوا الأفراد بينهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إذا صار خلاف بين أخن وأخ لا تدخل تاخد جانب هذا ضد ذاك أو جانب ذاك ضد هذا وإنما حاول أن تصلح بينهما فأصلحوا بين أخويكم لا تسمح للخلافات أن تنتهي إلى نزاعات وصراعات وقاتل وقتال وإراق الدماء بينما البداية كانت صغيرة البداية كانت عداوة العداوة مهما كانت صغيرة فهي خطيرة مثلما النار مهما كانت صغيرة فهي خطيرة مثلما الأمراض مهما كانت صغيرة فهي خطيرة ولأنها خطيرة فلا بد أن نبدأ الإصلاح منذ بداية البدايات ولأن هذا هو شهر شهر الله وشهر أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أفضل الأعمال في هذا الشهر وإصلاحه ذات المين وفي إصلاح الآخرين إصلاح للنفس طبيعي من يرفع راية الإصلاح بين الأفراد هو أيضا يكون مصلحا وصالحا هذا أمر طبيعي لكي تصلح نفسك ارفع راية الإصلاح في المجتمع وفي البدايات يعني إذا رأيت أخواني اختلفان والاختلاف اختلافه ألسنتكم اختلافه ألوانكم ماذا من آيات الله الله عز وجل بمقدار ما خلق رؤوس خلق أذواق مختلفة الأب يختلف ذوقه عن ولده البنت تختلف في ذوقه وألوانكم ترتبطوا بالأذواق لكن هذا الاختلاف هو لمصلحة الأمة بشرط أن لا ينتهي إلى صراع أن لا ينتهي إلى شجار ما بين البشار ولا بد من المحافظة على الاختلافات في هذا الجانب طبعا ولكن لا تنتهي إلى شجار إلى المواجهة وإلى أن أحدهم يسقطه الثاني بإصلاحه بصلاحه بعملي مهما كانت نيته صالحة أو غير صالحة حسنة أو سيئة المهم أن نقرر أن نكون صالحين ومصلحين في داخل المجتمع والسلام